دكتور علي أحمد سالم نشترك في الإشراف لطلبة المجلسية والدكتورات بالإضافة لتبادل مقاعد الدراسية وبالتأكيد متجسور التواصل لهذه الجامعات سيعود بالنفع سواء كان على العملية التعليمية في دولة ليبيا أو في الشقيقة الجزائر نتمنى أن يكون فريق العامل سواء كان من جامعة الزاوية أو من جامعة القانمة أن يكون بعد توقيع هذه الاتفاقية ببرامج عمل حقيقية وتنفيذ لما يتوصل إليه من الاتفاق نعم 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 شكرا